في الحلقة الجديدة من مسلسل الطائر الرافراق وفقت بوسي بوسي كهرمان التي لعبت شخصية بيلين في النهاية على مسلسل تلفزيوني آخر وتركت مسلسل الطائر الرافراق يمكن للقول أن هذه الأيام الأخيرة من الأداء الجديدة ستسبب مشاكل للشركة ولأن شخصية سيربيل فقد خممنا جميع النوع الشخصية التي ستكون عليها شخصية سيربيل بالفعل دعوني أخبركم أن شخصية سيربيل لن تقتصر على هذا بل ستوجه مشكلة جديدة أيضا أولا تم تصوير مشهد كرعا ومشهد أنتي بلي سيران في المطار علاوة على ذلك هذه المرة حدث هذا المشهد مع طارق إذن ماذا حدث في هذا المشهد؟ بينما كانت سيران وطارق في طريقهما إلى المطار لرحلتهما دون علم فريد يطلق فريد نبأ مغادرة سيران يصل فريد إلى المطار دون إضاعة أي وقت وبعد أن وجد الجمهور يطلق سراخاته وأهاته الأخيرة سيعبر عن موقفه بقوله لا أستطيع أن أصدقك كيف يمكنك أن تتركني وأنا هكذا؟ أخيرا يضع طيار المنحرف خطته موضع التنفيذ ويظهر وجهه الحقيقي للشخص الأول طيار سوف يختطف أسمى ويقبض عليها ولن يتم خلاص أسمى إلا في الموسم الثالث وسيكون خلاص أسمى في يد قادم هذا يعني أن قادم سوف يفهم قيمة أسمى وسيفوز بطريقة ما بقلب أسمى ويفسح المجال لزيرين إذا تحددنا عن شخصية سيربي مرة أخرى فسوف تستقر في القصر سنة لن تكون سعيدة بهذا وسيبدأ العداء بينهما في الموسم الثالث بعد مغادرة بليل للمسلسل ستضع شخصية سيربي الأنظارية على فريد كعشيقة لا تنسوا الاشتراك في القناة أراكم في فيديو تحليل آخر